يعني جئت الصبوح جئت لقيت الكهة جئت بالخامسة جئت أثراب قبت أشيل أثراب جئت أثراب وحط فوق راسي الله وكي لك واحد ممن عبر عن معاناته بهذه الطريقة فليس له سبيل للعيش بعد عودته من نزوحه غير افتراش الأرض بزرع عسى أن يعينه ويعين من في رقبته من أفراد عائلته ولكن انخفاض درجات الحرارة المفاجئة حالة دون تحقيق ما عمل من أجله لشهور متواصلة من حبايا هي زرعتها بالفلين وطقت وصارتها أعالاتها ورجعت النب حولتها بالقاع وداريتها يعني من كلينس من لايلون من مبيد من الكمياء بس الطنماء الكمياء والله وكيلك بمليون الطنماء الكمياء وجبتها بمليون يعني داريتها شوفها وليس لحد الشيء ما لتلحدد سبحانا شوفها هي راحة هاي بعد ما أصر منها لشدة جاية لا بذورات لا كيمياء يعني طن الكمياء والأبيض وصل مليون وميتين هذا الأبيض كان محد بحالة الداب بثنين ونص وما أمكانية نحن تمكننا أخذه الخسارة التي ألحقت به كبيرة في ظل ارتفاع كبير لأسعار المبيدات وضعف دعم الفلاح لذا فقد تأمل فلاحو المحافظة الالتفات إلى معاناتهم وتعويضهم فهم باتوا من الطبقة المسحوقة في ظل السوق قضت على المنتوج المحلي خسر خسارة كبيرة ويعمل من خلال هذه الزراعة ومن خلال هذا الموسم أنه يعدونها التحتية ويحصل على مبالغ وبالتالي يستطيع من تكوين نفسهم جددا ولكنه سارة الأقدار هكذا أنت تريد وأنا أريد والله سبحانه فعال لما يريد نسأل الله أن يعوضه ويعوضنا ويعوض الجميع مشاهد معانات لم تصور وتنقل عبر وسائل التواصل كثيرة فالفلاح بشكل عام يعيشه منذ سنوات أزمة تهميش وعدم اهتمام لم تعد نفط دائم كما وصفت الزراعة التي يعتمد على قوتها أكثر من 70% من سكان المحافظة ما زالت تعاني الإهمال وضعف التشجيع والدعم من صلاح الدين فراس الحسني؟ السغير اشتركوا في القناة